زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة جاءت استكمالا لمباحثات الجولة الاولى من الحوار الاستراتيجي التي تمت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين الجانبين تحمل في طياتها الكثير من الملفات ذات الصلة بازمات العراق السياسية والامنية والاقتصادية والصحية الحراك الدبلوماسي لرئيس الوزراء العراقي على المستويين الاقليمي والدولي ما زال متوازنا حيث اكد خبراء ان زيارة الكاظمي لواشنطن مهمة بتحديد سياسة العراق المستقبلية سيما تلك المتعلقة باخراج القوات الاميركية من البلاد ومعرفة ما اذا كانت الحكومة ترغب بالتواجد اميركي كامل ام جزئي على اراضيها يجب ان تحدد سياسة العراق باتجاه اين تذهب هذه السياسة هذا اولا اثنين يجب ان يحل موضوع تواجد هذه القوات ان كانت الحكومة راغبة بوجود قواته اميركية على الارض او بحاجة الى خبراء فنيين واستراتيجيين من اجل تقديم المعونة الى القوات العراقية مراقبون يرون ان العراق بحاجة الى وجود بعض القوات الاميركية على اراضيه خاصة في الجانب اللوجستي وادامة الطائرات في قواعد القوة الجوية العراقية اضافة الى تدريب قوات الجيش ومساعدتها في حربها ضد الارهاب الامر المهم الذي يجب ان ننتبه الى انه العراق الان بحاجة الى وجود بعض القوات الاميركية خاصة فيما يتعلق بالدعم اللوجستي وادامة الطائرات في قواعد الجوية العراقية هذا الامر ايضا ما يتعلق بالتدريب ومكافحة الاراضيه هذا الامر ما يجب ان ننكره العراقيون يتطلعون الى نتائج ملموسة تحقق لهم ما غاب عنهم طيلة عقود فهل ستتحقق هذه النتائج ام انها تحتاج الى جولات وحوارات اخرى ربما اوسع من يدري